السلام عليكم معكم ميس هيام نهارده ان شاء الله هناخد unit 7 من connect plus لأولاد وبنات grade 3 نهارده ان شاء الله هناخد 10 pages اللي ليه علاقة بالliving organisms او الكائنات الحية وبتتقري organisms مش organisms living organisms دول عبارة عن humans او البني قدمين و animals الحيوانات و plants النباتات عايزة بس اشكر كل الناس اللي بتتبعني وبتعملي comment وبتسندني ما تحرمش منكو ابدا والنهارده ان شاء الله هنبتدي بالhumans او البني قدمين والدرس بتاعنا باسم identical twins او توائم والتماثلين وزا ما انتوا شايفين هما صفحتين عندكم في الكتاب اوكي هناخد الاول الكلمات عندنا كلمة sibling sibling يعني a brother or a sister اوكي ماشي يبقى sibling يعني اخ او اخت يعني لما انت يبقى عندك اخين واختين ماشي فهنقولهم ازاي بالانجلوش ممكن تقول I have four siblings على طول طيب اللي اخوات ممكن يكونوا twins زي في الصورة كده توائمه طيب twins يعني ايه twins are two siblings يعني اخين او اختين who are born اتولدوا at the same time في نفس الوقت يبلتوينز دول اخين اتولدوا في نفس الوقت twins often think دايما بيفكروا and behave وبيتصرفوا in similar ways بطرق متشبهة similar يعني متشابه والتوينز بيبقوا هي اما identical يعني متماسل او non identical او غير متماسل ناخد الاول ال identical twins identical twins identical twins they are exactly هما بالزبط the same زي بعض in every way في كل حاجة they look the same يعني هما شبه بعض and their bodies وجسمهم work and grow بيعملوا و بينمو in the same way بنفس الطريقة يعني هتلاقوا جسمهم زي بعض نفس الطول اوكي ونفس الشكل identical twins are always دايما يئما two sisters or two brothers يعني ما ينفعش a brother and a sister لا ما ينفعش مع ال identical twins طيب ناخد non-identical twins non-identical twins يعني هما مش متماسلين they can be similar to each other ممكن يكونوا متشابهين زي الولدين دول or different او مختلفين زي البنتين دول اللي في الصورة طيب يعني ايه similar يعني having lots of things the same يعني عندهم حاجات كتيرة زي بعض but not everything بس مش كل حاجة اوكي وعكسها كلمة different يعني not the same مش زي بعض يبقى different مختلف عكسها similar متشابه او the same زي بعض وزي ما قلنا ال non-identical twins sometimes احيانا they look like each other بيشبهوا بعض and sometimes they don't واحيانا لا زي ما انتو شايفين كده في الصورة non-identical twins can be two brothers two sisters وكمان a sister and a brother اوكي يبقى non-identical twins ينفع معي يبقى a sister and a brother عكس ال identical twins لازم يبقوا two brothers or two sisters يبقى زي ما قلنا لو هما two siblings توائم بيبقى اسمهم twins right سواء identical او non identical طب لو هما three siblings توائم بيبقى اسمهم ايه بيبقى اسمهم triplets triplets لان try يعني تلاتة ازي كلمة triangle اوكي طيب لهم four siblings توائم يبقى اسمهم quadruplets 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 طب نحلم طب نحلم مع بعض التوزدة twins or triplets are two siblings who are born at the same time ها اكسلنت twins طيب identical or non identical twins look exactly بالزبط the same excellent identical twins طيب identical or non identical twins can be a sister and a brother ها very good non identical twins وبكده نبقى خلصنا اصغر جزء اللي هو طبع الهيومنز او البني ادمين وهندخل على الجزء بتاع الانيمالز هندتدي بالانيمال families او عائلات الانيمالز اللي هو التو بيجز دول اللي عندكو في الكتاب اوكي هناخد كلمة new born new يعني جديد وborn يعني مولود اوكي زي ما انتو شايفين كده new born يعني a baby animal حيوان baby that has just been born يعني لسه مولود حالا بيسموه new born وبنسبة للبني ادمين برضو بيبقوا اسموهم new born new born babies اوكي وعندنا هنا كلمة جديدة اسمها litter اسمها litter تفتكروا يعني ايه يعني a number of يعني عدد من baby animals طيب البيبي بتاع اي animal بيبقى اسمه ايه بيبقى اسمه off spring off spring طيب off spring ده النسل او البيبي بتاع الانيمال بس لا لا الoff spring ممكن يكون او الطفل بتاع الشخص الاشخاص او البيبي بتاع الحيوانات او البيبي بتاع النبات طيب الoff spring بياخد اي حاجة من بابا وممتو يعني بالنسبة للrabbits اوكي هل بيبقى واغدينه من الاب او الام ايوة بدي اسمها inherited traits traits يعني صفات و inherited يعني موروسة اوكي الoff spring بيورسها from his parents اوكي دي بتبقى inherited traits زير fur color او لون الفارو طيب يعني ايه كلمة inherit اوكي inherit او يارث يعني to get characteristics تاني characteristics يعني ان انت تاخد مميزات from your parents من الاب والام اوكي يبقى انت بتارث منهم حاجات معينة قلنا زي مثلا بالنسبة للrabbits الفير color بالنسبة لنا مثلا لون الشعر ولون العينين اوكي طيب يعني ايه trait او صفة هي او ميزة رئيسية ذات ان ارجنزم هاز يمتلكها الاورجنزم او الكائن الحي الفارو الكاموفلاجد يعني كاموفلاجد يعني بيعمل تمويه تمويه يعني ايه يعني الفارو بالنسبة للرابط ممكن في الوينتر في فصل الشتاء بيخليه لونه ابيض علشان يبقى شبه لون السنو او التلب فما يبنش وفي الصيف بيغير الفير بتاعه بيخليه لون براون يبقى نفس لون الرمل ونفس لون الاشجار علشان ما يبنش ده الكاموفلاج يعمل تمويه حشان محدش يشوفه اوكي فدي صفة اساسية بالنسبة للرابط الفرو بتاعها اللي هو كاموفلاج او بيعمل تمويه اوكي وبالنسبة مثلا للبيردز اوكي اوكي خلاص يعني المنقار الطويل ده برضو صفة اساسية بالنسبة لها بينفع في انها تلتقط السيدز او الحبوب طيب دلوقتي احنا خدنا فكرة عن الكلمات تعالوا نقرأ الدرس بقى بصوا على اللتر ده من الايه من البيبز اللي لسه مولودة حيلا they look very different شكلهم مختلف خالص from their parents من الاب والام زي ما انتم شايفين كده في الصورة but soon بس قريبا جدا their eyes will open عنيهم هتبتدي تفتح and their fur will grow وفروهم هينمو as they grow older وهم عملين يكبروا the rabbits in a letter الrabbits اللي مولودة مع بعديها كده مجموعة الrabbits دي will look similar to each other هيبقوا شبه بعض اوكي but not identical بس مش متماسل مش بالزبط اوكي يبل اخوات شبه بعض بس مش بالزبط طيب the offspring او البيبي animals دول have inherited ورثوا او اخدوا بعض الصفات from their mother من مامتهم وبعض الصفات التانية من باباهم ممكن يكونوا اخدوا نفس لون الفرو as their mother من مامتهم or their father او من باباهم or a mix of the two او خليط من الاتنين يعني تلاقي احيانا رابط كده نصهم ايه ابيض على رمادي مش كده يبقى ده كده mix طب تعالوا نحل التوز ده a litter or a newborn is a number of baby animals born from the same parents من نفس الparents at the same time ون في نفس الوقت دول باسمهم litter or newborn litter excellent طب newborn rabbits look like their parents شبه هم ولا look different from their parents هم excellent different from بشكله مختلف تماما عن الاب والام طيب when rabbits in a litter grow لما يكبروا they will be identical الrabbits هيبقوا identical ولا they won't be identical ولا مش زي بعض بالزبط ها they won't be identical قلنا هيبقوا متشابهين بس مش زي بعض بالزبط مش كده طب complete اكمل fur color لون is an inherited a قلنا دي صفة موروسة صح بنقول عليها inherited a excellent inherited trait طيب choose offspring inherit traits from there اوكي البيبيز بيارسوا صفات من mother only من الام بس ولا parents الاب والام excellent parents طيب نكمل الدرس عندنا تاني كلمة characteristic 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 يعني ايه يعني special traits او صفات مميزة that make an organism بتجعل الكائن الحي special مميز or different from others او مختلف عن الاخرين اوكي يعني ايه اللي بيميز مثلا rabbits عن بقية الانيميلز انه زي ما قلنا عندها camouflage fur او فارو بيقدروا يعملوا تمويه بي بيغيروا لونه علشان يقدروا يستخبوا من الاعداء بتاعتهم right وهنشوف كمان شوية هنقول انه برضو اللي بيميز الrabbits long ears او الودان الطويلة اوكي طيب عندنا كلمة predators 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 تفتكروا تفتكروا معناة يبصوا كده على الصور وإيه الحاجة اللي زي بعض فيها yes excellent ان في حيوانات عايزة تاكل الrabbits right يبقى predators يعني bigger animals حيوانات اكبر that hunt بتصطاد and eat other animals وبتاكل حيوانات اخرى يعني بالنسبة للrabbits الpredators بتاعت الrabbits اللي بتصطادها وعايزة تاكلها الايه excellent النصر التعبان الديب right القطة الكلب طب هنا انتو شايفين الrabbits بيعمل ايه بيحاول ينجو من الpredator بتاع و excellent survive survival يعني النجاه survival يعني staying alive البقاء حي اوكي انه ما يمتش in the natural world في العالم الطبيعي يعني في عالم النباتات والحيوانات this can be hard survival او النجاح ممكن يكون صعب for many plants and animals بالنسبة للنباتات وللحيوانات طيب يعني adapt adapt يعني يتكيف يعني برضو يتكيف to change يعني يتغير to suit the environment to suit يعني يلائم the environment البيئة يعني ايه برضو لا ده عليه كلام كتير اوي ازاي الحيوانات بتعمل adapt او تتكيف مع البيئة بتاعتها علشان تقدر تعيش اوكي علشان ما تموتش اوكي هنتكلم في الموضوع ده كتير اوي وخدنا قبل كده كلمة organism يعني كائن حي هو عبارة عن a living creature يعني مخلوق حي اوكي all animals كل الحيوانات and plants والنباتات وطبعا ال humans او الايه او البني قدمين طيب عندنا كلمة جديدة اسمها species او species يعني فصيلة يعني ايه يعني a group of animals or plants مجموعة من النباتات او من الحيوانات that are very similar متشابهين جدا and share ويتشاركوا في ايه the same characteristics في نفس الصفات اوكي يعني الربتز كلهم بيتشاركوا في صفات ان هما زي ما قلنا الفرو بتاعهم في long ears اوكي الودان الطويلة اوكي يبادي دول الربتز دول species طيب نكمل كراءة الدرس بالنسبة للربتز soon their ears will start to grow too قريبا their ears ودنهم ودن الربتز هتبتدي to grow تنمو ايضا having long ears كنهم عندهم ودن طويلة is a key characteristic سمة اساسية of a rabbit للربت طيب اصلا why do rabbits have long ears ليه الربتز عندها ودن طويلة بتستفيد منها في ايه اول حاجة rabbits have lots of predators عندهم predators كتيرة حيوانات بتحاول تصطدهم وتكلهم the long ears help rabbits ايوا بتساعدهم في ايه to hear well انهم يسمعوا كويس جدا their ears can move سبحان الله لما يسمعوا صوت البردتر وهو جاي ودنهم بيتحرك اوكي so the rabbit nose عشان كده الربت بيعرف where a sound is coming from منين الصوت بييجي فعشان كده يحاول يلحق يهرب بسرعة قبل ما البردتر ييجي ويأكلوا the long ears بتساعد في ايه كمان the long ears also help the rabbit stay cool in hot weather يبا درجة حرارة جسمهم بردة in hot weather في الجو الحر or keep warm بيبقى دفيين in cold weather في الجو الساعة so long ears are very important ولذلك the long ears بتاعت الربت مهمة جدا for a rabbit's survival مهمة لإيه للsurvival للنجاة نجاة الربت over time مع مرور الوقت rabbits with long ears الربت اللي عنده دن طويلة become safer أصبحت أقصر أمانا and healthier وأكثر صحة they could live for longer بيقدروا يعيشوا لفترة أطول and have more letters ويخلفوا ويجيبوا letters أكتر وأكتر they passed this trade نقلوا التريت الصفة دي اللي هي having long ears to their offspring للبيبز بتاعتهم and rabbits adapted والرابت تكيفت to have long ears إن هي يبقى عندها ودن طويلة all organisms كل الكائنات الحية have to adapt المفروض إنها تتكيف to their environment للبيئة بتاعتها all species أو species كل الفصائل of animals and plants بتاعت الحيوانات والنباتات have their own characteristics ليهم الصفات أو السمات الخصائص بتاعتهم المميزة and behave وبيتصرفوا in ways بطرق that help them بتسعيدهم لإيه to survive إن هما ينجوا أو يبقوا على قيد الحياة طب نحل التوزده rabbits have lots of إيه that hunt بتصطادهم and eat them plants or predators predators excellent طيب the long ears help rabbits في إيه to eat well or hear well excellent hear well نحن مسمع كويس كمان to stay cool in hot weather or to keep a in cold weather لما الجو بيبقى سععة بيحسوا إن هما إيه warm or hot warm excellent دفيين طب complete long ears are very important مهمة قوي for rabbits إيه اللي ودان كانت مهمة قوي لإيه excellent survival اللي هو إنه طب complete all A اللي هما humans and animals and plants need to adapt to their environment humans and animals and plants قولنا اسمهم إيه excellent organisms نتنقل بقى دلوقتي على حاجة التانية تخص الانيمال برضو اللي هي adaptation أو التكيف اللي أنا قلتلكم هنتكلم فيه كتير طيب بالنسبة لل adaptation in animals اللي هما الصفحتين دول اللي عندكم في الكتاب هنشوف إزاي الانيمال بتتكيف علشان تقدر تعيش في البيئة اللي هي عيشة فيها this animal الحيوان ده has long horns عنده قرون طويلة it is white in summer لون القرون أبيض في الصيف to reflect heat عشان يعكس الحرارة and gray in winter وبتتغير للون gray الرمادي في الشتاء to keep warm علشان يتدفع يبقى الحيوان ده علشان يقدر يتكيف مع درجة حرارة الجو بيغير في لون الهورنز بتاعته this animal the polar bear طبعا has developed طور a layer of fat طبقة من الدهون اللي هي في discover هتغضوها باسم blubber to keep it warm علشان تدفي in cold climates في التقس السائع طيب نشوف this sea animal this sea animal الحيوان البحري can change color يقدر يغير لونه with its surroundings مع البيئة المحيطة بيه زي ما انتو شايفين كده مغير لونه لل brown علشان يبقى الشبه للصخور اللي حواليه so ليه it can hide from predators يقدر يستخبى من ال predators اللي عايزة تصطاده وتاكله وكمان ايه catch food او يصطاد الاكل اوكي يبقى هنا ال adaptation بالنسبة لل sea animal دي ان هو بيقدر يغير لونه ليه يا اما هو عايز يستخبى من ال predator او يا اما هو عايز يستخبى عشان هو اللي عايز يمسك animal يكله طيب بالنسبة للطائر ده this bird has a large beak الطائر ده عنده منقار كبير so it can eat علشان ان يقدر يأكل lots of different seeds حبوب مختلفة كتير وفي discover ان شاء الله هتاخدوا ان فيه كذا شكل للمنقار على حسب الاكل اللي بيكله يعني الطائر اللي بيكل الحبوب للمنقار شكل غير الطائر اللي بيكل اللحوم this animal بقى has adapted تكيف to look like a leaf يبقى شبه ورقة الشجر so other animals عشان الحيوانات الاخرى don't eat it ما تكلوش this bird اللي هو طائر البطريق can swim a long way يقدر يعوم مسافة طويلة under water تحت المية ليه to catch fish وكده شفنا adaptation او ازاي الحيوانات بتتكيف علشان تقدر تعيش في البيئة بتاعتها اوكي تعالوا نعمل complete بقى this animal has white a in summer excellent horns and grey in winter طب ليه grey to keep warm very good طب this animal قلنا the polar bear has developed a layer of a عندها طبق a to keep warm قلنا ايه اللي بيدفيها fat دهون excellent زي ما فيه اكلات كده بيقى فيها دهون ناكلها علشان نتدف طب this sea animal can change a yes excellent can change color ليه يا اما to hide يا اما to catch a to catch food very good وكده نكون خلصنا الجزء التبع الانيملز دلوقتي هناخد البلانز واول حاجة هناخدها في البلانز الربروداكشن in plants او التناسل بالنسبة للنباتات ودول الصفحتين بتوهم اوكي بس قبل ما نتكلم عن البلانز اسمحولي لازم نعرف الاول الصفات المشتركة بين الهيومنز والانيملز والبلانز اول حاجة they are living organisms زي ما قلنا هم كائنات حية بتتنفس اوكي ومحتاجة تاكل وتشرب right تاني حاجة they have off spring يعني عندهم بيبز اوكي they have off spring يعني they reproduce they reproduce يعني reproduce reproduce يعني to have off spring انهم ما يبقى عندهم بيبز right الانيملز عندها بيبز الهيومنز البشر عنده بيبز برضو الplants عندها بيبز وده اللي هنتكلم فيه كمان شوي والتالت حاجة قلناها قبل كده ان they adapt يعني بيتكيفه واسهل حد بيتكيف مع البيئة اللي عيش فيها هو البني ادم انما اصعب على the animals وال plants طيب they adapt to their habitat بيتكيفه مع الhabitat بتاعتهم طيب يعني ايه habitat habitat يعني natural home او البيت الطبيعي اللي ربنا خلق كل واحد عيش فيه يعني مثلا الاوشن المحيط او السي او الريفر بيبقى فيه water plants معينة right وبيبقى فيه sea animals بتعيش فيه right بالنسبة للفورست او الغيبة بيبقى فيه animals معينة اللي هو wild animals الحيوانات المفترسة right وبيبقى فيه برضو forest plants معينة بالنسبة لل desert برضو فيه animals معينين زي camels وال snakes وفيه برضو desert plants معينة بالنسبة لل grassland او الاراضي الكبيرة اللي مليانة حشائش بيبقى فيها animals معينة زي giraffes وال cheetahs وطبعا بيقى فيها برضو plants معينة فهنا living organisms بالزيت plants والanimals they adapt بيتكيفوا مع الهابيتات البيئة الطبعية اللي عايشين فيها اوكي رابع وآخر حاجة مشتركة بين humans والplants والanimals they pass on يعني بينقلوا traits الصفات to their offspring للبيبز بتاعتهم زي ما قلنا وهما بينقلوا ايه بينقلوا inherited traits قلنا يعني صفات بنورسها from our parents اوكي ودي حاجات برضو هناخدها في الـ discover بالنسبة للهيومنز او البشر بياخدوا ايه بياخدوا مثلا الـ skin color لون البشرة بياخدوا الـ height الطول يعني ممكن واحد يبقى طويل زي مامته اوكي برضو الـ eye color لون العينين الـ hair color لون الشعر والنوز shape شكل الـ الانف وفي حاجة برضو هناخدها في الـ discovery اسمها non inherited traits يعني صفات احنا مش بناخدها من الـ parents بتاعتنا مش مولودين بيها انما حاجات احنا بنتعلمها زي بالنسبة للـ animals الـ inherited traits قولنا long ears صح لبدان الطويلة قولنا الـ fur color لون الفرو ممكن برضو الـ eye color طب بالنسبة للـ plants ايه بياخدوا height of the plant طول النبات بياخدوا the color of the flower لون الوردة the shape of the flower شكل الوردة وبرضو the shape of the leaf شكل ورقة الشجر طيب نقرأ شوية we know that animals have offspring احنا عارفين ان الحيوانات عندها offspring عندها babies and adapt to their habitat ويتكيفوا مع الهابتات البيئة الطبيعية اللي عايشين فيها we can see the same احنا برضو بنشوف نفس الكلام ده in plants around the world too في النباتات حوالين العالم برضو plants are living organisms قلنا النباتات كأنات حية and they also reproduce وهما كمان بيتناسلوا قلنا يني reproduce يعني to have babies to have offspring and adapt وبيتكيفوا like animals زي الحيوانات هما بيعملوا ايه they pass on traits قلنا بينقلوا صفات to their offspring للبيئة بتاعتهم the inherited traits the inherited traits الصفات الموروسة that plants pass on اللي نباتات بتنقلها to offspring include يتضمن اول حاجة عندنا the color of the flower يعني لون الوردة ممكن لو الام مثلا لون الوردة احمر يبقى هتنقلوا للoffspring بتاعها right كمان the shape of the flower او شكل الوردة برضو عندنا the shape of the leaf شكل ورقة الشجر زي ما انتو شايفين فيه اشكال كتير لأوراق الشجر وإيه كمان the height of the plant طول النبات اوكي يبقى كده قلنا the inherited traits بنسبة للplants هما the color of the flower the shape of the flower the shape of the leaf with the height of the plant طيب نحلل 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 plants and animals adapt بيتكيفوا okay to their offspring ولا الهابيتات حبيتات excellent طيب like animals plants pass on trades تومين to their parents ولا to their offspring excellent بنقلو to their offspring طيب complete plants inherit the a and a of the flower inherit the a yes the color and the shape مش كده مش ده اللي قلنا طيب the a of the leaf yes the shape of the leaf and the a of the plant طول yes the height of the plant طيب دلوقتي هنعرف ازاي plants reproduce بطريقتين اوكي يعني على حسب نوع plant لو flowering plant نبات فيه ورد مختلف ان لو هو bulb bulb يعني ايه يعني النبات اللي هو بتكون تحت الارض زي التوم والبصل نبتدي الاول بالflowering plants او النباتات اللي فيها ورد ازاي بتعمل reproduce اولا شكل البيبيز ايه بتاع الplants مش لازم نعرف اكيد الحبوب طيب الحبوب دي ازاي بتتكون هنعرف دلوقتي لازم نعرف الاول ان الplants بيقى في حاجة فيها اسمها pollen grains اللي هي الحبوب الصفرس وغنانة قوي خالص دي اللي شايفينها في الوردة pollen grains دي عبارة عن very small structures او تركيبات سغنانة قوي that plants use النباتات بتستخدمها to reproduce عشان تجيب babies اوكي والpollen grains دي بتتنقل من وردة لوردة طيب بتتنقل ازاي بتتنقل عن طريق حاجة من التلاتة يقيم الانسكتز الحشرات واكتر حشرات مشهورة بتنقل pollen grains هي البيز النحل زي ما انتم شايفين وعارفين ان النحل بيقف كتير على flowers فلما بيقف على flower البولن جرينز دي بتتلزق في جسمه زي ما انتم شايفين كده في الصورة وبعد كده لما يتنقل الوردة تانية بين المعاق البولن جرينز والبيردز برضو نفس الكلام وممكن تتنقل البولن جرينز من وردة الوردة عن طريق او الرياح يبقى كده لما البولن جرين اللي في الوردة الاولى تتنقل للوردة التانية بيحصل ايه بيحصل ميكس او خليط بتختلط بالسلز او الخلايا اللي موجودة في الوردة التانية وكي والسل يعني ايه هي الخلية هي اصغر جزء من الكائن الحي يعني يبقى لما البولن جرينز اللي كانت في الوردة الاولى تختلط مع السل او الخلية اللي في الوردة التانية ده بيعمل لنا ايه بيعمل لنا سيد يبقى سيد السيد البزرة تنتج امتى لما البولن جرينز تختلط بالخلايا في النبات الجديد والصورة دي بتوضح لنا في النبات اول حاجة الوردة الاولى بيبقى فيها البولن بتيجي الانسكتز او البرد او الويند الرياح بتنقلها للبلانت التانية اوكي فالبولن جرينز بتعمل ميكس او بتختلط مع السلز اللي موجودة في الوردة التانية وبعد كده ده بينتج لنا سيد او بزرع تعالو نقرأ شوية بلانت بلانت دي بيحملها بيحملها قولنا سواء الانسكتز الحشرات او البرد الطيور او الرياح للنباتات الاخرى لما تتاخد اللي هو البولن جرينز اللي نبات تاني من نفس النوع البولن جرينز ميكس البولن جرينز بيختلط with سلز مع الخلايا in the new plant اللي في النبات الجديد to make seeds علشان تعمل لنا بزور when these seeds fall to the ground لما البزور دي تقع على الارض they can grow into a new plant السيد دي بتنمو وبتبقى نبات جديد this new plant النبات الجديدة will inherit traits حيرث صفات from both the parent plants من الاب والام it will be the same type حيبقى نفس النوع but it might have small differences بس هيكون فيه اختلافات بسيطة طيب بروني الشطارة بقوا حلو معي complete flowers produce pollen ايه كان اسمه pollen ايه excellent pollen grains طيب pollen grains are carried by مين اللي بيحملها excellent insects ايه كمان birds very good or the wind طيب pollen grains mixed with a excellent with cells to make a very good to make seeds طيب choose flowering plants inherit traits مين من from one parent plant ولا both parent plants excellent both طيب كده عرفنا ازاي the flowering plants reproduce هنشوف بقى ازاي the bulbs reproduce بس في الاول نعرف what's a bulb this stays underground البلب دي بتفضل قعدة تحت الارض and grows into a plant وبعد كده بتنمو بتتنمو كنبات بنشوف ها بقى طلعة من الارض وبتطلع ورق شجر other plants نباتات اخرى زاي البلب reproduce on their own بنفسهم من غير ما يبقوا اتنين مش لازم يبقى parent plants لا هما بنفسهم by producing an identical copy of themselves عن طريق ان هما بين نسخة تبك الاصل بالزبط من نفسهم these plants can produce bulbs الابتات دي بتقدر تنتج bulbs قلنا زي التوم وزي البصل which grow under the ground البلب قلنا بتنمو فين تحت الارض the offspring plant only inherits traits from one parent plant هنا علشان ما فيش two parent plants فطبعا الاف spring البي plant بتاعتهم بتارس بس التrates الصفات منين من parent plant واحدة بس صح اوكي and it will have the same characteristics وهيبقى عندها نفس السمات بتاعت ال parent plant بتاعتها نفس السمات في in leaf shape في شكل ورقة sugar and stem structure في تكوين الساق بتاعها as the parent plant بالزبط زي parent plant بتاعها طيب نحل الاسسرسيز ده choose flowering plants or bulbs grow under the ground مين excellent bulbs طبعا طيب flowering plants or bulbs only inherit traits from one parent plant بيارث الصفات بتاعته من نبات واحد بس ok مش من two parent plants mean excellent bulbs طبعا واخر حاجة هناخدها النهاردة اعذروني طولت عليكم المرة دي هي adaptation in plants زي ما الانيمالز عملوا adaptation تكيفوا مع البيئة اللي عايشين فيها برضو plants النباتات بتتكيف برضو مع البيئة اللي عايشين فيها ودول الصفحتين اللي هيعرفونا ازاي النبات بيتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها اوكي اول نباتات هناخدها هي rain forest plants النباتات اللي عايشة في rain forest طبعا يعني ايه اصلا rain forest rain يعني مطر وforest يعني غابة هذي الغابة المطيرة يعني ايه برضو يعني غابة بتبقى كثيفة قوي مليانة تريز وبتبقى بينزل فيها مطر كتير قوي 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 علشان كده اللي موجودة في rain forest بيبقى لها ورق شجر معين اوكي بصوا كده على ورق الشجر ده بيبقى اسمه drip tip leaves drip tip leaves drip يعني بينقط و tip يعني طرف طرف ورق الشجر بصوا على الطرف شكله ايه اوكي ليه سميينه كده وايه اهمية الورق الشجر يبقى بالشكل ده اولا rain falls off this shape of leaf quickly المطر بينزل من على شكل الورق ده بسرعة جدا علشان كده ورقة الشجر معمولة كده باللقية الطرف اللي هو المدبب ده the leaf stays strong even if there is a lot of rain علشان كده ورقة الشجر بتفضل قوية حتى ولو في مطر كتير وإحنا قلنا ان rain forest مليانة امطار يبقى شكل ورقة الشجر ده بيساعد الورق الشجر في ان المية بتاعت المطر تنزل بسرعة علشان لو المية فضلت على ورقة الشجر ورقة الشجر هتبقى ضعيفة وممكن تتقطع بسرعة انما كده ورقة الشجر قوية جدا من نباتات rain forest عندنا pitcher plants pitcher plants pitcher يعني ابري زي من شايفين كده الحتة لفوق من النبات شبه الابري اوكي طيب pitcher plants دي اصلا اكل لحوم يعني بتاكل ايه بتاكل حشرات تعال نشوف بتاكل الحشرات ازاي these plants use bright colors النبات دي بتستخدم الوان زهية to attract insects عشان تجذب الحشرات لها the insects fall into the hole لما الانسكت تي جي بقوا تشوف الالوان الزهية دي تم وقع في الحفرة of the plant الحفرة بتاعت النبات دي اللي انت شاف هنا في الصورة and they can't get out وبيبقى فيه كده زي سائل جوة بيخليها ايه تلزق فيه وما تقدرش تخرج the plant can turn the insect into food بعد كده النبات بيحول الانسكت الحشرة اللي دخلت جوا دي لأكل وياكلها طيب نشوف الشجر بتاع الrain forest rain forest trees are very tall بتبقى الاشجار طويلة جدا زي من شافين كده في الصورة but these wide roots sit above the ground وبالنسبة للroots الجزور بتاعتها بتبقى wide عريضة وبتبقى فوق الأرض above the ground وكي and make the tree strong وده بيخلي الشجرة قوية طيب نتكلم عن water plants أو النباتات المائية عندنا pond أو بركة ماء طيب بيبقى فيها ايه بيبقى فيها وردة جميلة اسمها water lily طيب عارفين اي معلمات عنها تعالوا نشوف the water lily has flat leaves أوكي بيبقى ورقة الشجر بتاعها flat مسطح وبيبقى كمان دائري round وزي ما هتاخدوا في discover بيبقى كمان عليه طبقة من الواكس أو الشمع ليه لانا ده بيخلي ورقة الشجر على طول مش مبلولة لانا لو دنيا مطرت عليها ده هيخليها مش قوية ريت مش احنا قلنا كده طيب الفلات ليفز دي بتبقى لازمتها ايه دي بيتخليها to stay on the surface of the water بتخليها تقدر تفضل على سطح المية ما تنزلش تحت سطح المية اوكي يبقى ليفز بتاعتها بتبقى flat وبتبقى on the water طيب ايه اللي بيبقى تحت المية اللونج ستم بيبقى عندها ساق اوكي وطويل ده اللي بيبقى under the water that doesn't break اوكي وما بيتكسرش ما بيتكسرش ليه لان الستم ده بيبقى flexible مرن فمرن مع حركة المية يمين وشمال ما يتكسرش اخر حاجة هتاخدوها معايا النهاردة هي desert plants او نباتات الصحراء عندنا cactus cactus او صبار وعندنا طبعا المشهور جدا كلنا عارفينه date palm بس ال silent date palm النخيل اوكي the date palm has deep roots النخلة بيبقى عندها roots جزور بس deep عميقة لتحت خالص ليه to get water from underground عشان تجيب مية من تحت خالص من تحت الارض خالص لانه معروف ان السحراء المية بتاعتها قليلة والنباتات محتاجة تشرب مية طيب عندها ايه كمان عندها big leaves at the top ورق شجر موجود فوق اهو ليه to give shade to the rest of the tree علشان تدي ظل لبقية الشجرة اوكي تظللها طيب تعالوا نكرأ شوية there is an incredible variety of plants on earth يعني يوجد variety يعني تنوع incredible لا يصدق رهيب اوكي تنوع رهيب من الايه من النباتات on earth على الكرة الارضية there are tall trees in the rain forest زي ما قلنا يوجد اشكار طويلة في ال rain forest الغابة المطيرة cactus plants in the desert الصبار في السحراء water lilies in ponds نبات اللوتس في برك الماء and many wild plants and flowers والكثير من النباتات الويلد البرية والورد that we see every day around us اللي احنا بنشوفها كل يوم حوالينا طيب نراجع في السريع قلنا rain forest trees بتبقى very tall طويلة جدا والroots او الجزور بتاعتها بتبقى wide عريضة وبتبقى فوق ال ايه بتبقى above the ground فوق الارض طيب بالنسبة للwater lily بتبقى اللييفز بتاعتها بتبقى flat وكي ورق الشجر مسطح وبيبقى on the water طيب ايه اللي under the water عندنا a long stem مش كده طيب بنسبة لل palm trees قلنا ان اللييفز بتاعتها ورق الشجر كبير صح عشان يعمل وقلنا الروتس بتاعتها بتبقى ديب عميقة جدا لتحت ليه وقلنا ليه to get water from underground طيب حلو معايا بقى rainforest or desert plants protect their leaves from rain انهي نباتات protect بتحمي الورق الشجر بتاعها من المطر هل هو rain forest leaves or desert leaves excellent rain forest leaves طيب date palms have deep leaves ولا roots to get water from underground deep leaves or deep roots excellent deep roots okay a water lily has leaves فين on or under the water on the water or under the water excellent on the water طبعا طيب there are date palms or water lilies in ponds excellent water lilies طيب insects fall اللي حشرات بتقع فين into the hole of pitcher plants or cactus plants very good pitcher plants طيب طيب a water lily has flat leaves or flat roots to stay on the surface of the water طيب flat leaves or roots طيب 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 have have wide leaves or wide roots hmm anhil wide very good wide roots there are tall trees or cactus plants in the desert in the desert in the desert excellent cactus plants a date palm gets shade ilzil from its stem ولا leaves طبعا leaves طب complete rain falls off drip a leaves quickly المطر بينزل بسرعة من أنهي نوع من اللي leaves excellent drip tip leaves okay a water lily has a long a flower or stem under the water stem very good وبكده أكون شرحت كل ما يخص الhumans والplants والانيمال okay وده دلوقتي يجي معادي الhomework زي ما انتو شايفين كده معلش الhomework المراضي كتير شوية علشان احنا شرحين جزء كبير okay انتو طبعا عارفين بنعمل ايه بنحل الhomework ونبعثه على الواتساب بتاعي على الرقم اللي مكتوب ده يلا see you bye